ممكن تقول لي ما هي الوظيفة التي يمكن ان تنقرض وضع الوظيف ايه في العالم الدكالي الصناعة هيؤثر فيها ازاي؟ هي في تقرير لمؤسسات العالمية بتقول 300 مليون وظيفة ما بين وظيفها تنقرض ووظيفها تتعدل في مؤسسات تالية بتقول 800 مليون وظيفة في احد المتخصصين في البرازيل كان بيقول 80% من الوظيف ما بين الغاء وما بين تعديل لكن ابرز الوظيفة اللي اتكلموا عليها هي طبعا مدخلين البيانات المترجمين ويمكن موظيفة البنوك هنرجع لها شوية عشان موضوعهم كبير شوية مهت الأطباء السققين طبعا طائرات والسيارات طبعا لان تاسلا عملت صغيرة بالزكاة الاصطناعة واشتارت فترة طويلة جدا وتوقفت لما اصابت او تسببت وفات احد السيدات فوقفوها لحد ما يتم تتورها بشكل اكبر خوفا ما ان الالة تبدأ تبوت البناء ادمين يعني باية شكل من الاشكاد يعني الوظيفة المكتبية بشكل عام لكن لو رجعنا لوظيفة البنوك وخلنا اقول له حضرتك ان هو الزكاة الاصطناعية ده جزء صغير من منظومة كاملة اسمها الويب 3 او الاصدار التارت من الانترنت ودي مجموعة كبيرة جدا من ثورة تكنولوجية واسعة جدا مش بس الزكاة الاصطناعية كلها تساهم يعني مع الزكاة الاصطناعية في تغيير الوظيفة العالم احنا بتكلم على تقنية زي البلوكتشين دي عبارة عن سلسلة من البيانات المؤمنة جدا 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 اللي ممكن من خلالها نعمل اي تحولات بنكية في اي مكان في العالم خلال ثواني معدودة فدي هتعدل وظائف كل الشغالين في قطاع البنوك واللي عاملين في مجال البنوك لان هي ودي صورة يمكن للمحكاونة داخل البلوكتشين هي اقمن يعني بدرها كبيرة جدا 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 من البنوك او التعاملات البنكية اللي متعامل بها كمان هي بتقدر دي على مستوى العالم على مستوى العالم يعني دائما يسموها كده بنك او بنك مركزي عالمي نرى دري عمل تحولات في وقت قلال جدا وبشكل دقيق جدا تحولات بنكية بتستخدم طبعا في الانتخابات يعني لان طبعا كل ما هو يخص البيانات الان او تأمين البيانات بيستخدمها في البلوكتشين فبالتالي فيه وظائف كتير جدا البلوكتشين هيغيرها ابرزها طبعا شغل البنوك او اللي عاملين في المجال المصرفي لان حتى اللي بيدرسوه في الجامعات طبعا المترجمين خلاص ما بقوش محتاجين شغل لان الترجمة خلاص انتهت ساقين الوظافة المكتبية سوئين الطيرات دي ابرز الوظافة اللي هيتم الغاء قطها هيتم الغاءهم اللي عاملين في الفنادق وكلاء السفر لكن طبعا فيه وظائف جديدة الزكاية الاصطناعي ويمكن مصطلحات جديدة علينا هيطلع بها تانية وهي كلها تقريبا خاصة زا ما انا شايفين دي الوظائف اللي يبقى على اقبال كبير جدا خلال الفترة مبتولة او في عصر الزكاية الاصطناعي المهندس الزكاية الاصطناعي متخصص في علوم البيانات مطور البرامج خبير التعليم دي الوظائف اللي تم استحداثها بسبب وجود التطاوط وبالمناسبة الاجابات دي مشانا اللي جوابت عليها ده شاج بتي لما دخلنا نسأله ايه هي الوظائف اللي ممكن يعني يحتاجها الزكاية الاصطناعي في فترة مجبولة فهو أدنا الإجابات دي ولما عملنا عليها سيرش أنه فعلاً أن الوظائف دي كلها مرتبطة وليها ارتباط شديد بالذكار الاصطناع أو بالويب سري بشكل عام وقال إيه الوظائف اللي هو بتواقع أنها تختفي هي تقريباً نفس الوظائف اللي قلناها من شوية تتكلم عن نفس الوظائف وهو باختصار شديد كده مثلاً لو قلت ترجمة يبقى عندك المرشدين السياحيين حيكونوا مكمن حظهم في التواقع بالبلد كده كل من هو موظف مالوش مكان في العالم الجديد وكل من هو مبدع هو اللي هستمر في إبداعه ويستخدم التكنولوجيا في نهاية ساعده أن هو يبدع بشكله عندك مبدع الكتابة دلوقتي عندك حاجات ممكن تكتب لك القصة والرواية تدام وعطياته تطلع لك العمل الأدب مستحيل هتقدر برضو حط التوتيش أو لمسة الإنسانية وعملت فضيحة في واحدة من أهم الصحف العالمية لما خلوا الزكاء الاصطناعي يكتب مقال والناس كلها عملت انقلاب عليهم إيه اللي انتوا المعلومات اللي بتعملوا وطلعوا اعتذار رسمي عن المقال اللي الكتب وقالوا ان ده كان باستخدام الزكاء الاصطناعي